في ظل تصاعد المخاوف قالت منظمة وطباء بلا حدود إن الهجوم البرية الذي أعلنت إسرائيل نيتها شنه على رفح سيكون كارثيا مطالبة بعدم المضي فيها تعقيبا على خطط الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء محافظة رفح قالت منظمة هيومان ويتس ووتش إن خطط إسرائيل في أقصى جنوب قطاع غزة غير قانونية وستكون لها عواقب كارثية الأمم المتحدة من جانبها كذلك أطلقت تحذيراتها وقالت إن وصول قوات الاحتلال إلى رفح يعني احتمال وقوع خسائر واسعة النطاق في أرواح المدنيين بعد نزوح ما يقرب من مليون وثلاثمائة الفلسطيني إلى المحافظة ليس ذلك فحسب بل أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أي تهجير قصري جماعي للمدنيين الفلسطينيين في رفح مشيرة إلى أن القطاع بشكل عام هو بحاجة ماسة لحماية في ظل نقص حاد في كل مستلزمات الحياة الأساسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية تطفو على سطح تساؤلات عن توقيت العلان عن العملية والمهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل حتى تقدم تقريرا بالإجراءات التي سيتبعها جيش الاحتلال لحماية المدنيين الفلسطينيين لكن ذلك لم يمنع استمرار الاستعدادات لشن العملية العسكرية ولسيما أن نتنياهو كان أمر الجيش بالتحضير لإخلاء رفح المكتظة بأكثر من مليون ونصف الفلسطيني من النزحين وتقول إسرائيل إن الهجوم على رفح ضروري للوصول لألوية كتاب القسام في المحافظة وأيضا لتفكيق قدرات حماس وأيضا تجفيف منابع تهريب الأسلحة في رفح حسب قول نتنياهو الحكومة الإسرائيلية في هذه الحلقة نبحث التدعيات المحتملة لشن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على رفح بالتوازي مع حجم المعاناة الإنسانية المتواصلة جراء العدوان كما نناقش ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لتنفيذ مخططات إسرائيل باجتياح رفح وتحقيقة التحذيرات الأممية من حدوث تهجير قسري للفلسطينيين إلى مصر ونسأل عن أهدف الاحتلال بالتلويح بشن عملية عسكرية في رفح وحقيقة النوايا الإسرائيلية في ظل الحديث عن استغلال سياسي لزيادة وراخ الضغط على حركة حماس في ملف مفاوضات الهدنة الجارية